وإلى مجموعة من الأخبار المحلية والبداية من الإجازة الصحفي ليوم أمس الجمعة حيث ألنت وزارة الصحة عن تسجيل 361 حالة إصابة يوم أمس وبحسب المجزء الحكومي تم تسجيل سبع حالات وفاة رحمهم الله جميعا ليرتفع إجمال عدد الوفيات إلى 9710 وفاة وبلغ عدد الحالات التي أدخلت يوم أمس للعلاج في المستشفيات 51 حالة فيما غادرت 70 حالة المستشفيات بعد شفائها وإلى خبرنا التالي حيث أكد وزير الصحة الدكتور فرس الهواري الاستمرار بعطاء مطاعيم كورونا لمن تجاوز سن الخمسون عاما دون موعد مسبق مشيرا إلى الاتجاه لدمج تطعيم بلقاحي أسرازينيكا وفايزر وإلى خبرنا التالي حيث افتتح نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي أمس الجمعة أول مركز تطعيم ووكثرو في مدينة العقبة يعمل ليلا ودون موعيد مسبقة بهدف الإسراع من عملية التطعيم في المملكة وتوفيرها للفئات المستهدفة ضمن حملة التطعيم الوطنية وقال العميد الزعبي أن هذا المركز الأول من نوعه يستهدف الوسط التجاري لمدينة العقبة وسواح المحليين ويوفر أيضا إمكانية تلقي المطعوم في منطقة شارع الحمامات التونسية للمواطنين والمقيمين مباشرة دون تلقي موعد مسبق حيث تتم عملية التسجيل داخل المركز بكل سهولة ويسر بين الساعة السادسة والعاشرة والنصف مساء وأضاف أن هذا المركز يأتي تحقيقا للتوجيهات الملكية في ضرورة الإسراع بالإجراءات التي تسرع عودة الحياة لطبيعتها في مدينة العقبة واستكمال عملية التطعيم لجميع الفئات المستهدفة في الحملة وأيضا إلى خبرنا التالي من المقرر أن يدخل القرار الحكومي بتعديل ساعات الحضر الجزئي المفروض للحد من تداعيات جائحة كورونا في الأردن الخميس القادم وذلك بحسب الخطة الحكومية لفتح القطاعات والتي تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارا من 1-7-2021 ومع دخول القرار الحكومي سيتم تقليص ساعات الحضر الجزئي ليبدأ اعتبارا من الساعة الثانية 10 منتصف الليل للمشاءات وللساعة الواحدة بعد منتصف الليل للأفراد وسيتم رفع كافة أشكال الحضر في مناطق المثلث الذهبي وهي العقبة والبترة ومخيمات ودرم والديسي وسماح بممارسة الأعمال بالطاقة التشغيلية الكاملة هيك من كونو وصلنا لنهاية أخبارنا المحلية